من خواص أو المشابه بين التنظيمات السرية أخواني عبر العصور انقسامها على نفسها مستحيل تنظيم سري حتى الماسونية كينا سنفكر الماسونية يعرف كيان واحد عالمي غير صحيح الماسونية كيانات بالمئات إذا لم يكن بالألوف ومتنازعة يعني في الحرب العالمية الثانية الماسونية إيه؟ البريطانية كانت ضد الماسونية إيه؟ الألمانية تماماً في مرحلة سابقة الماسونية الفرنسية ضد الماسونية البريطانية وإلى اليوم هذه الأشياء موجودة الماسون في أمريكا كانوا عندهم مواقف عنصرية ضد الزنوج ما يدخلوش زنجي في المحفل الماسوني تأثرين بالثقافة في الآن في الغرب الأوروبية لقد بداخل الزنج ما عنده مشكلة مع الزنوج كان عندهم مشكلة في الأول معميل مع اليهود ما يدخلوش اليهود لأنه كان في اليهودين كان ملعوناً هنا في أوروبا وبعدين راحت المشكلة هذه فلا في شيء فتنقسم على حالها باستمرار هذا الانقسام أحيانا يأخذ صورا أو أشكالا حدية يصل إلى التصفيات داخل التنظيم نفسي وفي أعلى هرم سلطة التنظيم يصير تصفية وممكن حتى الإبن يقتل أبا مثل السلطة العادية لأن هذه التنظيمات في الأخير لا بدها خير البشرية ولا خير الأوطان هذه التنظيمات هي تمحور حول أهداف شخصية في الأغلب شخصية هذا المجنون اللي فوق وعلى فكرة أن الأشياء المهمة أن حلفتها بعد شوية حلفت النظر إليها أنه اللي فوق هذا قد يكون عنده إخلاص لفكرته يدهشك إخلاص غير طبيعي بس هنعلق عليها هذا مهم جدا فهذا اللي فوق هذا كل شيء يتمحور حوله في هذه المطاف في نوع ما يتمحور حول هذه الشخصيات والدباجات مختلفة الدباجات مثلا من أجل شيعة آل البيت للرضى من آل محمد كل هديباجات وأعذار كذب ذا رائع والحقيقة هي أهداف شخصية لطلاب سلطة يعني من أول ناس رفعوا راية للرضى من آل محمد العباسيون ودعوة العباسيين كانت دعوة سرية علي عبد الله بن عباس وجماعته كله بالسر وتنظيم برضو سري والرضى من آل محمد والناس بيعوهم وخاصة في قرسان وبلاد فارس كده عليهم عشان شيعة أهل البيت وأول ما وصلوا أول ضحاياهم ومن نكبوا بهم هم شيعة أهل البيت هذا هداف علمنا ولكن بتوسل بإعلاناته تجيباجات فارغة كاذبة والهدف هو هو عيلته ربما ودائرة ضيقة فهذه شغلة خطيرة إذن نأتي لقضية الإنقسامات الداخلية فيوصل في بعضهم بعضاً هذا يحصل كثيراً وروحاً تشوف مصادق هذه الجملة تجدوها كثيرة جداً جداً حتى فرقة الحشاشين بحسب رواية فون هامر في تاريخ الحشاشين الذي ذكرت له في الخطبة أنه بحسب بن عدل الصباح الذي قتله ابنه محمد المسادر العربية لا تذكر هذا لكن العجانب عنده مصادرهم عنده مدرساتهم برضو الذكية والدقيقة فون هامر قال لك لا حسن الصباح قتله ابنه محمد لكن كان عمره تسعين سنة وحكم ثمانية وثلاثين سنة الخبيث هذا وبعدين محمد قتله ابنه جلال الدين وجلال الدين قتله ابنه محمود وهكذا انتهت قلعة ألمود وهؤلاء داخلياً هذا يحصل في كل التنظيمات السرية واحد ضد واحد حتى الأبد ضد أولاده والأولاد ضد أبيهم والتلميذ ضد الأستاذ والأستاذ ضد المرشد وهكذا تنظيمات سرية لعينة عندها منطقة خاصة على فكرة أنت حين تعيش اليوم في علم الأحياء الكائنات التي تعيش في الكهوف وتحت الأرض وفي الأعماق الصحيقة في المحوظات ما يحدث فيها؟ تفقد بعدها مئات ألوف ومرين السين مرات حتى حادثة البصر تسمعها الكائنات العمياء كل عمياء أسماك عمياء المول هذا الذي يسمعه الخلد الأعمى أشياء كثيرة تحت الأرض عمياء كلها لأنه خلص اعتادوا أن يعيشوا في الظلام والجمعيات السرية هذه هي جمعيات ظلامية تعيش في الظلام وتنشط الظلام وتفكر في الظلام وتفعل وتنفعل في الظلام فتاة تفقد حادثة البصر بسوء مجانين عمياء صم تحول لسفاتين وقتلوا مجرمين وأعتقدونهم على خير وصلاح وبدنا خدمة الوطن وبدنا خدمة الدين وخدمة البشر كذب كله كذب لهذا ولا هذا طيب